خلاص سيمو بايلك رجع تاني لآلخة احمر ومعانا فقرة جديدة وهي فار روم فار روم هنحط عانينا على كل الأخطاء التحكمية اللي بتحدث حتى في وجود الفار أكيد أكيد مش هيرجع عدالة تحكمية تامة في أخطاء رصدناها الفترة الأخيرة وبنتكلم عنها لكن قبل ما نروح لفكرة الفار روم أكيد كلنا شفنا بعض التناول الإعلامي اللي حصل لعقوبة فرجاني ساسي ست مباريات للتصرف مع الحكم أمين عمر في مبارات الزمالك قبل الأخيرة طبعا وطبعا قرار اتحاد الكورو يا فارس بعقوبة لفرجاني ساسي ست مبارات ومئة ألف جنيه وكذلك إمام عشور مباراة وخمسين ألف جنيه هو طلع بيان من اتحاد الكورو لأنه طبعا حصل لغط واللغط هنفهم الناس هو حصل ليه فلما طلع اللغط ده بدأ اتحاد الكورو يبرر القرارات فيه شكين يا أحمد عندنا حجم العقوبة نفسها هنتكلم فيه والجزء الثاني موعد توقيع العقوبة حابين نكلم الناس في فكرة ست مباريات اللي هم برروها استنادا لقرار لجنة النباط المادة بس قبل ما نروح ست مبارات أنا عندي نقطة مهمة جدا حابة تناولها احنا ليه بنتناول فكرة عقوبة فرجاني ساسي هنا لأن الحقيقة لما حصلت العقوبة من فرجاني ساسي محدش طلع قاله انت كده غلط لا ده طلع فيه تبرير عن الغلط وده كان شيء يخص الجانب الآخر لكن لما يكون في تبريرك عن الغلط نشغل الإعلام ساعات وساعات على لقطة وليد سليمان 2015 هنا حابين نوضح ان لما تيجي تعقد مقارنات لازم تكون عندك إلمام باللواقح في توقيتها لأن لوائح 2011 عقوبة حاز إمام التمن مباريات كان وقتها اللي حاب تقول إهانة الحكم تمن مباريات عقوبة وليد سليمان الأربع مباريات في 2015 كان بند إهانة الحكم تم رفعه وتواجد عقوبة سلوك غير رياضي تجاه الحكم أو أحد مساعدي أربع مباريات وخمس ألاف جنيه لما نيجي في التوقيت الحالي طبعا شفنا لجنة المسابقات فيه سلوك غير رياضي أربع مرات والعقوبة أصبحت خمسين ألف جنيه طيب اللي حصل مع فرجاني ساسي وأمين عمر ده يتصنف إيه؟ لأن الحقيقة اللوايح بتاعة لجنة المسابقات بتتكلم عن فكرة الدفع أو فكرة التعرض بألفاظ للحكم والد الحكم قال أن فعلا فرجاني ساسي تعرض بألفاظ للحكم وهنا كان التساؤل ليه؟ فرجاني ساسي عقوبته ست مباريات فقط لغير مش تمانية تبعا لبند اللائحة في لجنة المسابقات طبعا كلنا متفاهمين فكرة أن في مارس اللي فات تم سحب فكرة توقيع العقوبات من لجنة المسابقات للجنة الانضباط لكن لما يكون السبب أن إحنا ودينا العقوبات دي للجنة الانضباط عشان تبقى فيه عقوبات مغلزة ونيجي نلاقي أن العقوبة اللي أساسا في لجنة المسابقات تمن مباريات تبقى ست مباريات فهنا لازم نتساءل إيه السبب اللي وصل العقوبة لست مباريات؟ مش تمانية خاصة وإن كان فكرة بند السماعة مش موجود بشكل ما في اللايحة لكن موجود بشكل مفصل جدا فكرة التعرض أو السبب للحكم أو أحد مساعدية أو منظمي المباراة تمن مباريات ومئة ألف جنيه غرامة الأهم من كل ده واللي تم تجهله في عقوبة فرجاني ساسي هو بند أيضا في اللايحة في العقوبات فرجاني ساسي عطل المباراة بعد ما خد الطرد وما طلعش من الملعب مرة واحدة وهنا في عقوبة إصنع عقوبة إضافية إيقاف مباراة أخرى وخمسين ألف جنيه غرامة يعني حتى لو أنت كنت شايف أن عقوبة فرجاني ساسي ست مباريات ومئة ألف جنيه غرامة كمان كان لازم يعرفين مباراة إضافية لتعطيله اللعب إنه ما استجابش للكارت الأحمر وخرج من الملعب بسرعة وأعتقد دي موجودة في اللايحة فده تساؤل لكن عندنا تساؤل برضو تاني يا فارس هي فكرة اللعقوبات دي تأخرت ليه؟ أنا حابة بقول حاجة بس الأول يا أسامي هو كعربة خد كم مباراة كعربة لنهاية الموسم ثم تظلم لثمن مباراة عمل إيه أسوأ من أنه هو يكون عمل زي الحاتم راح شال السماعة ورماها وتلفز تجاهه إيه اللي يكون عمله أسوأ من كده ما إحنا ما شفناش هو ده بقى المدخل التاني لفكرة أن القرار بيطلع بدون نص واضح وكل الكلام أن لجنة اللي انضباط لها ما ترتقي في تحديد العقوبة طب إزاي؟ أنا مش متخيل أن في عقوبات في التفاضى بالشكل ده الأهمة كمان لجنة اللي انضباط اجتمعت إمتى؟ إمام عشور شارك في مباراة سموحة سجل هدف سموحة اللي حظه وحش مش حظه لا ده مش حظ مش حظ مش كصة حظ خالص هو التخاوفات اللي كانت قبل مباراة ظهرت وشارك إمام عشور وسجل هدف فرجاني سياسي العقوبة وقعت عليه وقالت لجنة اللي انضباط كان مبرر أصلي كان عشان عنده طارد الفكرة مش في كده الفكرة أن أنا باجتمع بعد مباراة السوبر مباشرة على طول بعد مباراة السوبر باجتمع والمباراة كانت الخميس العقوبات كانت السابقة بالضبط باجي في كابتن مجدي عبدالعاطي خلال ثلاثين بطلع العقوبة عقوبة التوبيق لكابتن سيد عبدالحفيز طول ما الموضوع في تفاض حيدخل أنه يبقى حمال أوجه أنا كلجنة انضباط حبيت أعدي المطش ده فما اجتمعتش إحنا مش بنقول أن ده مقصود أكيد ولكن ما ينفعش الأمور تبقى كده لأن أهم القواعد الفير بلاي أن يكون في مواعيد واضحة القصة أسهل من كده لو الناس بتفرج على البريمير ليج المواعيد بعد انتهاء الجوالات على طول قبل بداية الجوالة اللي بعدها لازم تكون العقوبات خرجت ترجمة نانسي قنقر